ان شاء الله ستقام يوم الجمعة في حدود الساعة السامنة والربع على استاد حرس الحدود في الأسكندرية ان شاء الله مباراة تكون فيها التوفيق لصالح النادي الأهلي حقق السلس نقاط بإذن الله لكي يستمر في الصدارة بـ 45 نقطة انتصارات متتالية 15 مباراة بإذن الله وبالتالي الانفراض في جدول الدوري والابتعاد عن أقرب المنافسين بعدد من النقاط الكثير بيديك مساحة أريحية لإنهاء المسابقة مبكرا وأيضا في نفس الوقت تكون جاهز للمشوار الإفريقي والتركيز الكامل للبطولة الإفريقية حالة النهاردة فيها فقرة الأخبار وعندنا بعض الموضوعات والأخبار اللي نتكلم فيها مع كل مشاهدين الكرام ثم الفقرة الحوارية اللي شرفنا فيها زي كل يوم أربع وانتم متعودين معنا ضفنا السابت كل يوم أربع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي على الأستاذ عصام شلتود طيب في نقطة مهمة جدا أبدأ بها حديثي وإحنا بنتكلم عن المرحلة الحالية وإزاي الفريب يستعد للفترة اللي جاية وكمال المادة الإعلامية أو الرسالة اللي ممكن توصل للجماهير في التوقيت الحالي مهم جدا تكون رسائل إيجابية ورسائل تقدر تكون فيها ثقافة جديدة في عقلية المشاهد أو المتابع أو الناس اللي بتحب تتفرج علينا أو حتى بشكل عام بتتابع الإعلام الرياضي ليه بقولي الكلام ده؟ لأن جزء أساسي من تكوين عقلية المشجع أو المتابع للإعلام الرياضي سواء من خلال الشاشات التلفزيون أو السوشيال ميديا هي المادة اللي تتقدم من خلال هذه الوسائل للتواصل الاجتماعي أو من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة فكرة النجوم القرى القدامة اللي ممكن يكونوا اعتزلوا من فترة ريبة أو من فترة طويلة يطلعوا ويتكلموا عن ذكرياتهم ومتابعاتهم ومشوارهم القروي شيء طيب في إطار الزكريات لكن في نفس الوقت المادة الإعلامية لما بتتقدم في إطار اللي انت ممكن بسببها عايز تعمل لقطة فيها تريند أو عايز تعمل لقطة فيها سوشيال ميديا هنا انت رايح في سكة أنك بتغذي تعصب عند الجماهير وبتكون عقيدة لدى الجماهير بعيدة تماما عن الرسالة الإيجابية للمفروض الإعلام يقدمها احنا قادر إمكان بنحاول نقدم رسالة إيجابية للجماهير وفي نفس الوقت الجمهور كمان يبقى عارف إزاي الفريق بيستعد للمرحلة اللي جاية وفي نفس الوقت كمان الفريق أو الجمهور أو الناس اللي بتتابع تبقى عارفة المحطات اللي جاية انت بتستعدلها إزاي على المستوى الفني وكمان على المستوى الإداري الظروف المحيطة بأي مباراة إزاي انت بتقدر تشتغل عليها ده كلام مهم جدا وإحنا بنقوله دلوقتي لأن للأسف بدل ما الإعلام يكون هو الرسالة التأثير على السوشيال ميديا أصبحت السوشيال ميديا هي اللي بقت رسالة تأثير على المادة الإعلامية والرسالة الإعلامية اللي البعض بيحاول يصدرها للناس وبيبقى فيها للأسف جزء أو للأسف يعني كلام فيه اتجاه من التعصب أو اتجاه لتكوين عقيدة لدى المشجع بعيدة تماما عن فكرة اللي انت تتسقف المشجع وتعرفوا الإعلام الرياضي أو الرياضة بشكل خاص أو الكرة القدم بشكل عام إزاي إيه تقدر تشتغل عليها وإزاي تقدم له معلومة أو خبر يفيدوا وفي نفس الوقت يبقى عارف مجردات الأحداث زي ما بيحصل على فكرة في وسائل الإعلام سواء في الخليج أو في شمال إفريقيا أو حتى في أوروبا الإعلام هناك بيقدم الرسالة الإيجابية اللي هي رايحة في إطار المعلومة الرسالة اللي فيها رقم أو الخبر اللي مجرد من أي انتماء التصريح اللي بيكون فيه حاجة إيجابية المشاهد أو القارئ هيستفيد من خلالها ده مهم جدا يتعامل لفترة الجاية ليه بقولي الكلام دا؟ لأن احنا مقبلين على أحداث قروية كبيرة شاهدت الظروف أن الأحداث كلها معظمها في شهر فبراير لكن في نفس الوقت الإعلام لازم يكون على قدر الحدث في الفترة اللي جاية مباراة الأهل والزمالك في السوبر مباراة الأهل والزمالك في الدور يوم 24 فبراير مباراة إفريقية الزمالك والتراجي الأهل وسانداونس فبالتالي عندنا معترك وأجندة ورزنامة قوية جدا وفي نفس الوقت على الصعيد الإعلامي أو السبوت الإعلامي على المباراة دي هيكون كبير فبالتالي لما نعد المرحلة دي بشكل إيجابي والإعلام يقوم بدوره الإجابة الفترة الجاية ففي المرحلة دي انت في النهاية رسالتك الإيجابية دي هتقدر تفيد المشاهد أو القارئ بشكل إيجابي لأن في النهاية دير سلتك اللي انت بتشتغل عليها عشان توصلها للمشاهد ومن هنا انت بتخلق عقيدة جديدة وعقلية جديدة لدى المشجم عشان يقدر يكون متجاوب معاك كل الكلام ده في نهايته انت هتوصل لفكرة ان المباراة لما بتكون بدون جماهير الاسباب اللي احنا او الاسباب اللي انا بعديتها دي جزء اساسي من عدم حضور الجماهير لما تبدأ تشتغل باعلام ايجاب ورسال ايجابية هتوصل لمرحلة انك بتكون عقيدة ايجابية وبتخلق تكوين عقيدة مختلفة عند المشاجهة وعند المشاهد فبالتالي هتساعد على حضور الجماهير تمام؟ دي رسالة اللي قلت عايزة ابدأ بها كلامي لان الفترة الاخيرة مش بتكلم على اليومين اللي فيها التولاء بتكلم على الاخر شهرين ثلاثة فكرة الحوارات القديمة مع لعبة القرى اللي اعتزلوا من فترة رايبة او فترة بعيدة بقت رايحة في اطار مش الزكريات او القاء الدوء على مراحل سابقة لا بقت القاء الدوء على نقاط سلبية للأسف بقت اصباحة حديث السوشال ميديا ومن هنا بتبدأ نبزة التعصب او فكرة يعني البزرة اللي من خلالها بتبدأ بداية التعصب بالنسبة لي الجماهير فبالتالي الفترة اللي جاية محتاجين نتعامل مع المباراة الكبيرة الحاسمة والحساسة الفترة الجاية بقدر من العطاء في المعلومة المفيدة للمشاهد وبقدر من احترام عقلية المشاهد عشان المشاهد في النهاية ما يتأثرش باي تصرحات سلبية واي تصرحات ممكن تصير الاعلاقات ما بين الجماهير او الاندية في الفترة القادمة طيب ده جزئية كان متعلقة جدا بالنسبة لي المرحلة الجاية وازاي الاعلام يكون رسالته ايجابية مع الجماهير طيب جزئية تانية كمان مهمة متعلقة باستعدادة النادي الاهلي للمرحلة اللي جاية على الصعيد الاداري ما زلنا بنؤكد ان النادي الاهلي خلال الفترة الحالية بيتعامل مع فكرة لجنة العضويات بانك بتقدر تعمل العضوية في الفترة الحالية لكي تستفيد استفادة قصوى من العروض اللي مقدمها النادي الاهلي في الفترة الحالية قبل الزيادات الجديدة في شهر ابريل القادم او تحديدا